اهلا بكم اعزائي الطلاب في السلسلة التعليمية الجديدة لمادة العلوم للصف الثامن شعبة الاسفنجيات سنتكلم في درسنا اليوم عن اولا شعبة الاسفنجيات ثانيا الوظائف الحيوية ثالثا اهمية الاسفنجيات الاسفنجيات نوع من انواع الحيوانات في البداية كانت تصنف مع النباتات تعيش في البحار وهي كالاسماك تموت اذا ما خرجت من الماء لها اشكال والوان مختلفة كالاصفر والاخضر وهي كائنات غير ذاتية التغذية اولا الاسفنجيات الاسفنج حيوان مائي يعيش في البحار جسمه غني بالثقوب والفتحات والاقنية والحجرات حيث تسهم كلها في مرور الماء فهناك الكثير من الثقوب الصغيرة الجانبية التي يدخل منها الاكسجين المنحل في الماء وتدعى الثقوب الشهيقية ويوجد ثقبا كبيرا في اعلى الحيوان يخرج منه الماء المحمل بغاز ثاني اكسيد الكربون يدعى بالفوهة الزفيرية لماذا سميت الاسفنجيات بالمساميات؟ لأن جسم الاسفنج يحتوي على الثقوب التي تعطي لجسم الخلية صفة المسامية جدار جسم الاسفنج مكون من أولا خلايا الطبقة السطحية ثانيا طبقة متوسطة وتحتوي على خلايا غذائية أميبية وشويكات قد تكون كريسية أو غروية أو سيليسية ثالثا طبقة من الخلايا الداخلية المطوقة لها صياط ويرى في الجدار ثقوبا شهيقية ثانيا الوظائف الحيوية الاسفنجيات لا تنتقل فهي تتثبت على صخور البحار وعلى سوق وجذور النباتات المائية والخلايا في الاسفنج غير مترابطة مع بعضها لعدم وجود جهاز عصبي يصل فيما بينها للاسفنجيات وظائف حيوية وهي أولا التغذية حيث يدخل الماء من الفتحات الشهيقية إلى جوف الاسفنجيات وتقوم الخلايا المطوقة بالتهام وهضم الكائنات الحية الدقيقة والمواد العضوية الموجودة في ماء الجوف الفعال وتطرح الفضلات إلى جوف الاسفنج نتيجة هامة ليس للاسفنجيات جهاز هضم ولا جهاز دوران ولا جهاز إطراح أين تقع الخلايا المطوقة؟ وما وظيفتها؟ تقع في الطبقة الداخلية وظيفتها تقوم بالتهام وهضم الكائنات الحية الدقيقة والمواد العضوية الموجودة في ماء الجوف الفعال وتطرح الفضلات إلى جوف الاسفنج ثانيا التكاثر يصاد الاسفنج من البحار في فترات متقطعة وذلك لأنه لابد من ترك الاسفنج فترات معينة لتتكاثر من جديد طرق تكاثر الاسفنجيات أولا تكاثر لا جنسي فردا جديدا ثانيا تكاثر جنسي يتم عن طريق الأعراس الذكرية التي تلقح البويضات في الطبقة المتوسطة وتطرح البيض الملقحة إلى الخارج عبر الفوهة الزفيرية لتتطور وتعطي أفرادا جديدة بماذا يختلف الاسفنج الطبيعي عن الصناعي؟ كلاهما يحتوي ثقوبا لكن الاسفنج الطبيعي كائنا حيا له وظائف حيوية أما الصناعي فلا يقوم بالوظائف الحيوية أهمية الاسفنجيات أولا تستخدم الاسفنجيات في الطب حيث أن بعض أنواع الاسفنجي تفرز مواد كيميائية تقاوم الفيروسات ثانيا تستعمل بعض أنواعها بالاستحمام والأغراض المنزلية ثالثا تستخدم للزينة لكثرة أشكالها وتعدد ألوانها الزاهية الجميلة ملحوظة تستطيع الاسفنجيات حماية نفسها من الحيوانات الأخرى بفعل رائحتها الكريهة وبهذا نكون قد أنهينا حلقتنا لهذا اليوم للاستفسار عن أي معلومة أو فكرة مرت معنا تواصلوا معنا عبر العناوين التالية نراكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة